بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نتمنى تكونوا بألف خير وصحة وعافية مرحبا بكم في قناة مطبخ بوشرة أم هداية ترحب جميع الأخوات اللي انضموا القناة وترحب الأخوات اللي كانوا معايا منذ بداية القناة نشكركم شكر كبير بزف بزف للمتابعة ديالكم على تعاليقكم على تشجيع ديالكم وعلى كلامكم الطيب شكرا لكم أخواتي كما تتلاحظوا فيديو دي اليوم ووصفة اليوم هما كيكات قمة في الروعة كيكات تيجي ومهوين من الداخل معلكين خفافوا الأهم أنهم بدون دقيق أبيض مكونات جد بسيطة غادي تحتاجهم في البلطوية ديالك للمالح غادي تحتاجهم في مناسبة ديالك في اليو بيفي ديالك كذلك غادي نحتاجهم في رمضان الله يدخلوا عليكم بصحة وعافية وإليكم المقادير وطريقة تحضير بسم الله وعلى بركة الله بالنسبة للمقادير غادي نحتاج ثلاثة ديالبيضات بدرجة حرارة المطبخ غادي نحتاج كذلك واحد البصيلة من بعد ما مقطعها ومشحرها في الزيت حتى الدهبة غادي نحتاج في النصف كأس ديال الحاليب وكأس إلا ربح من زيت المائدة غادي نحتاج واحد القطع ديال المورتا ديالة أو الكاشر اللي عندك متوفر غادي نحتاج واحد زليفة صغيرة ديال الزيت والأسود من بعد ما غاسله ومنشفهم زيان باش ما يطلق ليش الكحولية داخل الخاليط غادي نحتاج الزعتر أو أي أعشاب مونسي ما تتفضليها غادي نحتاج ثلسة ديال القطع ديال الجبن هاد النوعية هادي هاد الجبن المربع غادي نحتاج واحد ملعقة صغيرة ديال الهريسة غادي نحتاج ملعقة كبيرة من السكر حبيبات وكذلك ملعقة صغيرة من الخميرة الحبيبات أو خميرة الخبز واحد ياغوص طبيعي بدون سكر وغادي نحتاج كذلك هاد العلبة ديال التون ديال الزيت ولما كانت عندكم توفرات قدري تديري كفيسا شحرات قدري تديري قطع ديال الديك الرومي وغادي نحتاج كذلك هاد الفينو أو السميد الناعم اه انا عنقلكم بالضبط حل تخليف هاد الوصفة وجوج ديال الخمارات بوزن اه 16 جرام اول حاجة تناخد واحد البول تنوضح فيه هاد الثلاثة ديال البيضات تنضيف عليه الملح منسيت ما تكرتاش في المقادير تقريبا واحد نصف ملعقة صغيرة ديال الملح وغادي ناخد طرر بالكهربائي وغادي نطرب ذاك البيضات مزيان حتيت بتدلون ديالهم وغادي نضيف عليهم ذاك الملعقة ديال السكر بطبعة الحلال بنات السكر تقدروا تضيفوه تقدروا لا بالنسبة لكيني اللي تعانيوا بزاف من مرات السكرية تفادوا نهائيا مايدلوش نهائيا السكر غادي نضيف كذلك ذاك الزيت شوية بشوية وغادي نضيف عليهم كذلك ذاك النصف كأس ديال الحليب الحليب الخصيص تكوني مخرجة ديجا مخرجة من التلاجة ما يكونش عندكم في التلاجة باش هاد الكيكاس ديالنا يجيونا مهويا من الداخل خصوم ضروري واحد شوية ييخمروا وغادي نضيف عليهم كذلك هذا الياغورت طبيعي داك القطع ديال الجبن وغادي نضيف عليهم كذلك ذاك القطع ديال الجبن وغادي نحيد البنات ترى بالكهرباء وغادي نستعمل غير فوي غادي نضيف دابة ذاك البصيلة اللي عندي وغادي نضيف كذلك ذاك القطع ديال مورتذيلة وغادي نضيف كذلك الزيت الاسود والهريسة بطبعات الحال الختيارة يقدروا تضيفوها تقدروا الله وبالنسبة للعلبة ديال التون غادي نصفي النصف ديال ذاك الزيت والنصف الأخر غادي نحتفط فيه فادي المقادير باش يزيد يعز لي ذاك الضوقة ديال التون ويجو المضاق ديال هزبين وغادي نضيف كذلك ذاك الملحقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحبيبات وغادي نخلطها الأبنات المقادير جيدة وغادي نضيف كذلك حتى هزة الزعتر ومن بعد ما ما نقياها مزيان الزعتر بالذي سيحتاجوا احضر congratulations لهذا هذه الوصفة من بعد ما غادي نحكوا سيدي بهذه الطريقة و أي اعشاب منسي ما تفضلوها تقادروا تضيفها لهذا الوصفة هذا وغادي نخلط ذا بهذه المقادير مزيان من بعد ما خلط جميع المقادير دا بغادي نضعونos اضيفوه الضقيق بالنسبة للكمية لطقيق اللي تخل 영상 كأس اونس فبالضبط ديال الدقيق اللي تخلي فهد المقادير او هد الخالط هذا غدي نضيفهم لبنات وغدي نضيف كذلك عليهم خميرة ديال حلويات 16 جرام بالنسبة للخالط ديالك يخصو يكون مخصوش يكون مرخوف مخصوش يكون مرخوف خصو يكون تقيل شوية باش هد الكيكات ديالنا يتنفخو يجيو مهوي من الداخل وفي الاخيرة لبنات لك اضافة اللي غدي نضيفها نضيف واحد القليل من الابزار تقريبا غير ويسمح القصغيرة وغدي نضيف واحد الملعقة كبيرة ديال الخل هد الخالط وغدي نأخذ هد القوالب ديال السيليكون او ليمول ديال السيليكون البنات هدو ستقولي زوين بزاف وتمن ديالهم جد جد مناسب متن دهنو متشي حاجة ما تلسقو موالو ده بغدي نفرغ ذاك الخالط ديالي ها كايا لما كانوا ش عندكم البنات هده هده مولت سيليكون تقدروا سودعوهم غيف ذاك الكواغط ديال الكاب كاك او او اي قوالي بفردية تقدروا سودعو فيهم هد الكيكات ومن ان عمرتهم البنات ضروري خسنين ندير هاد طريقة هذي باش يجين السطح ديالهم تساوي داخل الفرن ونوضح لهم الجبن ونوضح لهم الجبن ونوضح لهم النصف الكمية اللي عندي ديال الجبن ونحتفظ بها انتم غدي تعرفوا علاش وندخلهم الفرن اللي ديجا كان عندي سخون على درجة حرارة 180 جعل عليهم التحتهم من الفوق ما تستغرقوش وقت كبير تقريبا عشرة ديال الدقائق تكونوا طايبين ومحمرين خرجتهم من الفرن اللي بنات شوفوا علا تحميرات يجي فيهم علاوية مذهب ديال النصف الكمية ديال الجبن اللي احتفظت بها غدي نوضحها مرة اخرى من فوق الوجه ديالهم وغدي ندخلهم وخيكوا الفرن مطفي غدي ندخلهم مجرد ان داك الجبن يدوب عليهم ونوضح لهم مرة اخرى وبالنسبة لطريقة ليلتزين ديال هذي الكيكات كل سيدة وحداقتها وكل سيدة وشنوط محفور عندها في المنزيل انا اخطيت القطع ديال الزيتون ووضعتهم عليهم محد الكيكات بقين سخانين باشي هاد الهاد يلصق لي هاد القطع ديال الزيتون ونسقوا لي فوق الجبن وبنسبة الطريقة الثانية اللي زينت بها اخطيت هاد القطع ديال المرتديلة من بعد ما قطعتها بشكل طولي وضعت وضعت عليهم الورد ووضعت عليهم مطيشة او طماطم بعد ما قطعتها قطع صغيرة ووضعت من فوقهم حبيبات ديال الخشخاش او اللي غان دو بافو او السانوج اللي عندك متوفر في المنزيل ديالك انا هاد شي اللي كان عندي متوفر هو اللي زينت بي وبالنسبة هاد وكلي فيهم القطع ديال الزيتون غدين وضع عليهم واحد العريش ديال المعدنوس باش يعطي دك باش يزيدي يخرج دك باش يزيدي يفتحهم ويجيني البلاطو ديالي مشكل ديال هاد الكيكات او هادا والتقديم النهائي ديال الكيكات اللي وجدنا جواوا رائعين المادق ديالهم جواوا هائلين جواوا حتى ليكا فيهم الداخل وواحد اللي بنا جت واحد الرائحة ديالك مزيج بين الزعتر ورائعين رائعين في المادق تنصحكم تجربوهم غادي يصلحو لكم البنات بزاف رمضان في اخر دقيقة تقدري توجديهم تقدري يحتاف ضيبيهم في المجمد هاكا بمزيج بتيطرى لهم تشي حاجة واحد المدة خمدابة وجديهم وديرهم في القنجلاتور ديالك غادي يصلحو لكم في رمضان ان شاء الله وشكرا بزاف على المتابعة شكرا بزاف على التعليق ديالكم الزمينة وإلى اللقاء في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته